أهلا بحضراتكم من جديد مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي افتتح عدد من المشروعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتكلم سيادته في مجموعة من الملفات المهمة المتعلقة بدعم قطاع الصناعة وأيضا تشجيع الاستثمارات واهتمام الدولة المصرية بإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين وقال سيادته أن المؤتمر الاقتصادي اللي حيتعامل في بداية الشهر اللي جاي حيكون فرصة للمستثمرين لعرض كل التحديات اللي ممكن تقابل المستثمرين ورجال الصناعة خلونا نتكلم أكتر بالتفصيل مع ضيفنا لمنورنا في الستوديو دكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي صباح خير على حضرتك يا دكتور يمكن رسالة قوية من سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس في مسألة القضاء على البيروقراطية وكل ما يعقل استثمار والصناعة في مصر كيف قرأت هذا اللقاء كان الحديث الرئيس كان فيه رسالة واضحة انطلاقا من متواجده في مقر الهاية العامة للإستثمار بالنحية اتنين افتحوا لبعض المشروعات الخاصة بالهاية العامة للإستثمار بالذات المنطقة الإستثمارية في بانها ومن إستثمارة مدامر حديثوا عن استهداف 100 مليار دولار للصادرات حديثوا عن العقبات التي تواجه المستثمرين وهناك إرادة قوية من الدولة التي حلها في الفترة القادمة حديثوا عن ملف الاعتمادات المستندية الخاص بالبنك المركزي وتأثيره على عملية الاستيراد التي تؤثر على المنتجين في السوق المصري فهو تعرض لكذا الموضوع فده كانت رسالة واضحة ومهمة جدا للقطاع الخاص ان الدولة تول اهتمام لدعم القطاع الخاص وهو في صاحب المجالي للنمو اتنين دعموا لزيادة الانتاج والتصديم من ناحية أخرى وبتريه خلق فرص عمل وده مطلوب جدا النهاردة طول ما بتخلق فرص عمل بتحارب المعدلات البطالة بتخلق فرص كريمة للناس دخول متاحة للناس قدر تحصل عليها فتكتب الحركة دي كلها رسائل واضحة ومهمة وبتقول القطاع الخاص الدولة فعلا تقول اهتمام لهذا المجال ومن ضمنها زخريك كنزة زكارتي المؤتمر الاقتصادي اللي هيتعاقد لشهر الجاي كمنص الحوار مع القطاع الخاص عظيم دكتور بعض الناس ممكن يختلط عليها العمر ولما نقول المنطقة الهيئة العامة لإستثمار والمناطق الحرة فيه ناس بتتخالني دي عبر عن مجبوعة مكاتب لتقديم تسهيلات للمستثمرين فقط لكن احنا شفنا مبارح والصورة كانت بتوضح ان فيه مجمعات صنعية داخل هذه المناطق فاحنا عايزين برضو نوضح للناس الفرق ما بين اللي شفناه مبارح وما بين المناطق الاستثمارية وما بين المجمعات الصناعية طيب خلال نتحدث فيه كذا نموذج في القصة نموذج المطور الصناعي يعني ده بالتعام ما بين هاية التنمية الصناعية وهاية الاستثمار موضوع الاستثمار بشكل عام يعني نتكلم له مش مسؤولة هاية الاستثمار بس هو مسؤولة الدولة مسؤولة كل الجهات الهتومة فعشان بس ما بقاش في المسؤولية واتقع على عاطق هاية الاستثمار في حد ذاتها لكن هي أحد لدوات المهمة قدمك مثلا زيادة رأس المال تأريد رأس المال نمعيات تعديلات كل الكلام ده خطب الحرك ومن ناحية تانية تراوج الاستثمارات طيب ايه المراطية الاستثمارية دي هي أحد النمازج الاستثمارية اللي موجودة تبقى زي منطقة زي منطقة الحرة من كل الإجراءات بس بينقص يعني الفانا بينهم الاثنين ان دي فيها عفاءة ضربية والجمركية دي ما فيهاش المطر الحرة فيها العفاءات اه الاستثمارية ما فيهاش انت بتخدم منطقة الاستثمارية عشان تخرج من عبائة البروكاتية فتبقى under one author تحت هيئة تحت سلطة هيئة واحدة هيئة الاستثمار تتعامل مع هيئة حكومية واحدة فالنهار ده طول ما انت في اطار هذا السور او الزون دي المنطقة دي انت بتتعلم مع هيئة الاستثمار خطب الحرك تلي عندها مجتب تنفيذي عندها مجلس إدارة عندها كلام ده كله تمام فانت بتعلم مع جهة واحدة في حاجة اسمها الاند انفاسمينت الاستثمار الداخلي ده في اي حتة بره هزي المناطق يعني جوها مصر يعني تلاقي نفسك في القهارة في بعض المناطق في بعض المناطق خارج مش مصورة يعني في مناطق مثلا شبراء خطب الحرك يعني في مناطق زي المجمعات الصناعية بصلا المجمعات الصناعية دي بتبقى لها برضو المنطق متورس اه برضو كان ففي كزا نموذج لاستثمار زي المحرك مناطق الحرة لاستثماري الاستثمار الداخلي خارج نطاق الأسوار وخارج نطاق المناطق اللي هي حوافظ والكلم ده تمام في مناطق صناعية التي يتبع هي التنمية الصناعية خطب حضرتك اما نموذج المنطول الصناعي هو أساسا تحت وزارة الصناعة والتجارة لكن في تعاوم بينe هاتف Family و vary تنمية الصناعية في هذا المجال زي الذين منطقة تتعندك سي بي سي في اكتوبر اللي هي مثلا في أحد المناطق القصة. تمنطية تجمعات الصناعية لفي عشر من رمضان قد تبالحرك. في مراتق صناعية بحد ذاتها مدن صناعية. زي العشر من رمضان قد تبالحرك زي مراتق برج العرب قد تبالت مرغم. دي مراتق صناعية. فيها تجمعات صناعية بس تحت مظلة هيئة تنمية الصناعية. ففيه أنواع كتير من هذه التجمعات تبالحرك كل واحدة لها مزايا وغيبها. طول ما أنت في إطار الصور فأنت بتعلمها جاهة بعد. طيب. إحنا كان عندنا مشكلة في مستلزمات الإنتاج. دلوقتي نتحدث عن الصناع وعايز أن نوصل بالصدرات لمئة مليون. مئة مليون. برأيك إزاي حيتم حل هذه المشكلة؟ لابد أن يكون لديك مستهدفين من الأحوال. في أي مكان في أي شركة في أي دولة في أي حال. يبقى عمده هدف بيسعى بيسعى التحقيق. أنت تحوي تستغنيم كل أدوات المتاحة عندك عشان توصل لهذا الهدف. هل هو صعب؟ لا مش صعب. ده معناه أنه لازم أشجع الإنتاج. لو لا بنتنج أكس النهار ده لازم ننتج ثلاثة إكس. عشان النهار ده أنا بصدر بواحدة ثلاثين مليار دولار نان أويل. حاجة بره لطاق البترول البتروكيمويات. وبالبترول بوصل لخمسة وعرمية مليار دولار. طيب أنا النهار ده واحدة ثلاثين عشان أوصل لمية مليار. يعني محتاجة ضعف إنتاجي وعرقامي ثلاث أضعف. ده بالتالي محتاجة ندعم الصناعة وحل مشاكل المستثمرين. وزود استثمرات وإنتاجات الفترة الجاية عشان نوصل للرقم ده. هنوصله لإمتى؟ لازم عندي تايم فريم. مدى زماني. قد نوصله في سنة. في سنتين بس يجب عندي تارجل ده. بس المفقود يوصل في خلال سنتين بكتير قوي من هذا. بما أننا حانا واحدة ثلاثين مليار دولار أو خمسة وعرمية مليار بالبترول. ما أعتقدش الرقم ده بعيد. بالنسبة لدولة الحاجة المناصف بإمكاناتها الاقتصادية. بموقعها الاستراتيجي. بكل الإمكانات اللي عندها. لا ممكن توصل للرقم ده. وكمال أكتر من كان. عظيم. المستشار محمد عبداللهب مبارح هو يتكلم. قال إن احنا وصلنا لحوالي عشر مناطق حرة. ونستهدف أن يوصلوا إلى 15 منطقة خلال الفترة اللي جاية. على أي أساس بنختار إن احنا نعمل منطقة تابعة للهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وإزاي بيتم توزيحها جغرافية؟ بس. هو فيه تسعة مناطق حرة حاليا. فيه 204 منطقة حرة خاصة خطب الهركة. كانت تسعة مناطق حرة عامة. الاختيار الأول كانت تبقى الانتشار الجغرافي. يحتاج أن ننمي عمل تنمية حقية على مستوى بصل. فبأخذش ما تبقى. جايزة يكون القاهرة وإسكندرية عندها كدر أكبر في الفترة. فكانت فيها تركيز كبير. لكن من ساعة ما جاء رئيس الفتاح السيسي. بقى فيه تركيز أكتر على المحافظات. وإن اتمر التنمية تصل لهذه المحافظات خطب الهركة. عشانا نشوف برامج كتير موجود. سواء برامج استثمار أو صناعة. وحتى حياة كريمة أو التكافل وكرمة. لا. بقيت الناس تنزل بقوافل وصولا لهذه المناطق النائية. عشان تصل التنمية لكافة أطراف المجتمع المصري. ورفع معايير الحياة الجيدة للمواطنة المصري. فاختيار المناطق بمبني على مطار الحرة. لازم يطلع لها قرارة رئيس وزراء خطب الهركة العامة. فبتالي أنت النهار دا بتأخذ لها إجراءات تدخل المنطقة. وتتحدد إحداثياتها. عشان تقول الكلام دي تخضع لكذا. ده ما أنت النهار دا عملت المنطقة اقتصادية لقناة السويس. خطب الهركة هي منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة. لها الهيئة المسؤولة عنها. حددت لها إحداثيات من كذا لكذا. خطب الهركة وكيفية الاستثمار فيها. والقطاعات التي تتركز عليها. فاليها معايير مختلفة. ما بين أنت أوليبات الدولة في فترة جاية مبنية على أي. الصناعات الدولة تدوليها اهتمام في خطب الهركة. المناطق الدولة تدوليها الدولة اهتمام في فترة القادمة. هل في مناطق لم تحصن عاصبها من اثمار التنمية في الدولة تبصلها خطب الهركة. فلو خلنا بنى النهاردة التركيز كبير على تنمية السعيد الفترة اللي جاية. الفترة الأخرى كذا سنة أو الفترة اللي جاية. وتوجيه كافة برامج المنح المعونات والمؤسسات الدولية لهذه المناطق. زي برنامج تنمية السعيد. وغيرها من المنح والمعونات الموجودة في مصر. عشان تساعد في تحقيق التنمية في هذه المناطق. العوائد المنتظرة من وجود هذه المناطق الحورة. ما رح شفنا في الدقاهلية وأيضا بالأليوبية. العوائد الاقتصادية المنتظرة من هذا. أولا دول منطقتين السعيدين. ليس منطقتين حورة تنمية. زي متحرك وفرع بين منطقة السعيدة والمنطقة الحورة. الهدف أن أنا أريد أن أفتح أكبر أزود السعيدات. فأشجع ناسة السعيدة. أخلق فرص عمل لو خطب الحرك أن دي مستهدف حوالي أربعة ألاف فرصة عمل. والثانية ألفين فرصة عمل خطب الحرك. فده كلها طول ما بخلق فرصة. النهار ده عندي مليون قادم جديد بسوء العمل. أنا هستوعبه إزاي من غير استثمارات جديدة. من غير قطاع خاص. بينمو من غير من غير من غير. طبعا النهار ده. القطاع الخاص يمو. محتاج أماكن للإستثمار. في التالي. بأسعار جيدة. خطب الحالة سواء الإيجار أو تمليك أو غيره أو غيره. لأن النهار ده عندي مشكلة في الحصول على الأرض. بالنسبة للإستثمار الصناية وغيرها من الإستثمارات. النهار ده عندي جتاعات الجهات. والرئيس تتكلم عليها جتاعات الجهات الولاية. فالنهار ده عندي أراضي تخصصت. وحطت لها زون وحطت لها سور وحطت لها إجراءات. وحطت لها طريقة الحصول على الرخصة دي. حتسحل قدوم بعض المستثمين لهذه المواطق وملأها. يبقى بس عندي هل هي ديسنت برايسيز. ولا لا. أنها هل أي أسعار جيدة للحصول عليها. ولا ده هو الجدال اللي هيجر عيل فترة قريمة. عظيم طيب. وجود الرئيس بشخصه في افتتاح مبارح بعد أعمال تطوير لشهادتها المنطقة في مدينة ناصر. واهتمامه بالمستثمرين وبمنظومة الشباك الواحد وبتقليل الإجراءات. كل ده مرضوده إيه على المستثمرين؟ المستثمرين ممكن يستشعر إيه من وجود رأس الدولة؟ هناك رسائل واضحة من الأول أن وجود الرئيس على قمة هذه الافتتاحية وافتاح هذه المشروعات. وحديثه عن مشاكل الاساسمار ومن قلعة الاساسمار هيئة الاساسمار. ده رسائل واضحة لسواء المستثمر المحلي أو القيمة والدولي أن الدولة دولة اهتماما كبيرا. ودفع عجلة الاساسمار والإنتاج والتشغيل وكل هذه الموضوعات المتعلقة بالنهضة. وأنا بقول لك أنا النهاردة بقول لكم يا جماعة أنا عايز أحل مشاكل الاساسمار. تعالوا نقعد في المؤتمر الاختصاد يقولوا رأيكم عشان نخرج من الأزمة الاقتصادية ونحل المشاكل ونتعامها بعض. فهذا أنا بمدي إيدي كرئيس دولة لكافة الأطراف المتعلقة بالاساسمار. سواء جهات حكومية أو مساسمارين. قطاع خاص ودعم القطاع الخاص. نهاردة عندي مطالبات كبيراك أن أنا ندع الدولة بتزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. طيب أنا بمدي إيدي لك وهو فأتبال حضرتك. وأنا عندي وثيقة سياسة من كيفية الدولة بحاولة تخرج من بعض الانشاطة الاقتصادية وبطرح شركتين قبل نهاية السنة. فهذا كلها توجهات جيدة ولا سائل واضحة للمجتمع الاساسمار داخل مصر وخارج مصر. سواء المستثمين أو السد لأولاد. أوصل صيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالربط ما بين رجال الصناعة ومراكز الأبحاث. يعني إحنا نتكلم على عايزين نحدث نهضة في مسألة الصناعة. كيف سيتم هذا؟ بصحرك أنت النهاردة هم نتكلم إحنا عايزين نخلق فرص عمل محتاجين نقاه الناس اللي هتخش سنوء العمل. إنها تبقى تبلجن وتشتغل يعني. تبقى أنها قادرة على الدخول في مصنع ولا في شركة عشان تدرى تشتغل. طيب أنا عندي أنواع العمالة إيه. ما بين خارجين جامعات خدت بالحريركم ما بين عمالة مهامية. فالنهاردة خدت بالك الرئيس أثنى على موضوع بعض المدرات اللي هي خاصة برجال أعمال والجهات الملحة اللي بتحاول تربط التعليم الفني بسوق العمل. إن شاء الله مدارس سواء مدارس فنية أو مدارس تكومادية تطبيقية أو غيره أو غيره. وقالنا عايزين نزود بالكلام ده. ألماني أي معنى كده. خدت بالحريركم النهاردة الموضوع يبقى ثلاثة ايام في الشغل واثنين في الدراسة عشان يدر إيه يطلع من هنا واشتغل. نفس القصة في أمريكا. في أمريكا عندهم التعليم الفني مهم جدا. وبعكس التعليم الفني العمالة الفنية هناك بتاخد مرتبات أعلى من الخارجين الجامعات. يعني لما كنت في نورت كالولاينة في 2019 لأبشوف الناس مثلا أحد العمدات في تشارلوت في نورت كالولاينة. وليك إبني خارج حقوق سابل حقوق راح أشتغل في عامل بناء لأنه بيكسب أكتر. خدت بالحرك. فهناك من حتى اهتموا بحطة المدارس والجامعات المتوسطة اللي هي سنتين والجامعات اللي هي خمسيين بيهتموا بتطويرها. وبقى خلي القطاع الخاص يخش يطور هذه الجامعة يبقى شريك فيها في وضع المناهج ووضع وتوميل المعدات اللي هو إيه كأنه شغال في المصنع أو كأنه شغال في الشرك. فقدر يطلع من هنا على هنا خدت بالحرك. اهتبى الدنيا كلها إيه دربت المطلوب يعني. عظيم كان عندنا مشاكل في إقامة المستثمرين شغالين على حلها. الجميل في الموضوع كمان واللي عجبني مبارح كمان إن فيه بعثات بتقوم بيها الهيئة للخارج للترويج الاستثمار في مصر. وبتصطحب معها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يعرضوا تجاربهم كمان للخارج. ده أبروتش من زمان موجود من سنين خدت بالحرك. وده لازم يكمل لأن انت النهار ده بتبتع تعمل حاجة يسمع سكسي ستوريز. قصص ناجحة في الاستثمار في مختلف القطاعات. لأن النهار ده ساعة تقول لك أنا بسدقش الحكومة. تب وديني انفستر وريني انفستر عندك مستثمر عندك ناجح وبتكلم عن المصنع بتاعه والعشركة بتاعته وبومينغ وعمال يكبر ويتوسع. فتدي دي إيه؟ تدي إنعكاس جيد للطرف الأخر اللي هو مش قادر يصدق الحكومة. أو على الأقل داماً عندنا تشكوكات الحكومة تقول كلام حلو أو بتاع كده بس على الأرض الواقع بنشبكات تانية. استل عندنا آه شوية اتحادات نحاول نعليقها بس وجود مستثمر أو 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 مطور صناعي أو غيره أو غيره أو غيره. في إفنت سواء داخلي أو خارجي بيدي وزني كبير جداً لمصدقيتك. زي ما حرجناك تروح لسندونين دولي بتقول تعالى والنبي أنا عايزكم ننقرد. ومش عشان ننقرد في حد زيته. عشان دولي يتقولي كلمتين كلمين عليها وأنا بطلع أتكلم بره. المصد دولي بتتكلم عليها كويس خطيبها الحركة يدوني تصنيف كويس. فالتالي الانباسترز بره يبصوا لك لأ ده بيكونوا معلوم كويس لأ ممكن الريسكس عندهم بسموها كنترولد يعني منضابطة خطيبها الحركة فدي كلها مؤشرات كويسة. فأنت لازم تستخدم التولز بتاعتك الأدوات المتاحة لك. فأنت النهاردة زي ما يقول لك في حاجة اسمها في الترويج. بي اكتب برو اكتب برو اكتب بنتطلع بره والتارجة ناس معينة وتقولون مردان عندي وعندي 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 فرص وبتاع كده وأدي دليل في القطاع الفرنية حد ناجح وحد ناجح هنا. فدي بسموه ايه توجه حميد موجود من الامد فأنت بتحاول تكمل عليها. يعني لما كنت في وزارة السمار وهيطل السمار كان عام دينا هذا التوجه مع كافة الوزراء كانوا موجين ساعتها. سواء ايام مثل محمودين ورشيد وغيره 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 وغيره. لأ كان عندنا هذا التوجه وكان نطلع بره نستهدف مستثميه وناخد جروب مع عالم الرجال الأعمال من 3 قطاعات عشان يتكلم على الساكتر اللي بيشتغل فيه. طيب طرح الرقصة الذهبية وايه اللي بتقدموا الرقصة الذهبية للمستثمر داخل مصر؟ بوسيه يا الرقصة الذهبية خاننا نتكلم نها اداة عشان تساعدك في الحالة لكنها مش الهدف النهيي. إنه المفروض يبقى عندي سيستم شغال لواحده خط بالحرك يعني إنوان ستوب شغالي فعال في كل الخدمات وميكانة ومش بحتاج أخرج بره هذا الشباك الواحد. طيب انت عشان عندي مشكلة في الشباك الواحد مش كل الموظفين مفوضين بشكل كامل ياخدوا قرارات فبتقي بيرجي على هائيته. فأنا بطلع نروح في بعض المناطق اللي أنا حطتها في بعض المشروعات اللي أنا عايزها أدي رقصة ذهبية. عشان المستثمر يقولش كعب داير على الجهات الحكمية عشان يطلع الرخصة بتاعتها. ده توجه جيد وحميد. يعني يخليني أنا في القطاعات اللي أنا مركز على الفترة الجاية ومش هتعايزة خلاص فيها بسرعة. أنجز يعني. طيب عظيم بالنسبة للعاملين اللي موجودين في هذه المناطق. إزاي بيتم تأهيلهم لكي يتعاملوا مع المستثمرين. طبعاً إحنا رفع الكفاءات الخاصة بالعاملين ده مهم جداً ده عملية مستمرة. أنا ببتقفش عند حد معاها. وهي تلصمار فيها كفاءات جيدة. وبيتتم العملية تدريبها كل فترة وفترة. شكراً رئيسك شكر في العاملين في العالم تلصمار في الحديث بتاعه. وده توجه حميد ويددي دفعة وتشجيع للموظفين. إنهم لا يستغلوا ويعملوا أكتر وخطب الحرك. وخليوكوا أب تو ديت مع اللي بيحصل على المستوى المحلي والدولي والكلام ده. وإزاي تتكلم المستثمر وخطب الحركة وإزاي تستهدفه. وكل حكاً دي مهمة. فده لازم يستمعها عملية مستمرة ترفع كفاءات وقدرات عملية. مهما كان فيه قوانين يا دكتور. لازم برضو الشخص نفسه اللي بتعامل مع المستثمر يكون عارف يتعامل معه. مشكلة حركة إيه. دائماً عندنا مش مشكلة قوانين ولا صيارات قوانين. مشكلة في التطبيق دائماً على عدد الواقع. والموظف اللي بيقدر يفسر الارتكل دي أو المادة دي أو القرار ده بدماغه يعني. فمش عايزين نسيب بورسة للموظف إنه يفسر. فكل ما كانت العملية مميكانة. والموظف هذا مدرب للتعاون مع هذه المكانة وهذه الخدمات والإجراءات. ختم الحركة وكل شفايا بدربوا عشو مع الجديد. ده دائماً بقلل فرص إنه يبقى فيه كلاكية أو عقبات أو حتى فرص لوجود فساد. طيب سيد رايت ألم بارح شهرين على الأكثر. ونحل كل المعويقات أمام رجال الصناعة. الأليات المطلوبة لداخل الشهرين اللي دايما. مسحرك وكان محدد جداً في الحتة دي قال لك الاعتمدات المستندية. وقال السيد محافظة البنك المركزي قال له شهر شهرين كده. وبصره نحاول نحل المشكلات دي. فهي كانت الإشهر رئيسية الخاصة أو القضايا الرئيسية الخاصة. بين المنتجين المعتمدين على مواد الخام والسلعة الوسيطة من الخارج. هنضم مشكلة إنهم ما عندهمش ستوك ما هنضمش في المخازن حاجات. فبالتالي النهاردة أنا متعطل مش عالف أنتج. فكانت كفاة الإنتاجية مثلا لو خمسين زيت خمسة وعشرين. هل مع ذلك نسرح موظفين؟ لو أنتم مثلا عايزين نسرح موظفين ونافل. اتفضلوا بقى خلوكم ماشين في نفس الاتجاه. لأ هنحلل المشاكل الخاصة بعد. لو في مشاكل ونحاول في خلال شهر شهرين كتير أو نخلص منها. لأنها بتؤرق كافة العمين في القطاع الإنتاجي. سواء مستثمر كبير أو متوسط وصغير. وبالذات متوسط وصغير لأن دولة بتحاول تشجعه من الفترة الجادة. دي نقطة مهمة كنتوني سأل حضرتك عليها. هل هذه الأماكن مخصصة فقط للمستثمرين الكبار؟ ولا ممكن؟ لا لا، الدولة بتحاول تبقى متوازنة. يكون موجود في هذه المناطق. يعني مثلاً ميدغمر أساساً معمولة للأساميس. أساساً من ساعة ما تم إنشاءها. فده الافتتاح الرسمية بتاعها. لكن هي منشأة من كذا سنة خطف الحرف. سواءً بينها أو ميدغمر منشأين من كذا سنة. أنا بعدي رايح جاي عليهم بسافر المنصورة بشوف خلدتي فبقى شوفهم يعني. لأ جاهزين وبيني أسية جاهزة ومبنيين على التشغيل. المفهود نفكر إزاي مثلاً نملة هذه المناطق. طيب إيه الأدوات الطريقة اللي هنستخدم بها أن نملة بها هذه المناطق. طيب هنستهدف مين؟ دايماً عندك الاستثمار معظمهم بيجي منين. سبعين فتا خمس سبعين فتا بيجي من الداخل. من الاستثمارات الجديدة وبتالي من التوسعات. والخمسة وعشين بيجي منين من عرب وأجال. فدي حاجة ما حول الناس مش واخدها بالمنع. ففي برقة بين الاستثمارات بتيجي منين. وحجم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص versus الدولة من ناحية أخرى. ناحية الثانية عندنا مشكلة أنه في توسع في نشاط الاقتصادي الدولة. هتيجت العزمات اللي مرت بها عشان تقود التنمية. وصلنا إلى القتصادي الخاص 25-20% والدولة بتتلم في حاجة و70%. وفور نقلبها. طيب قطاع الدولة مثلا 25-30% والقطاع الخاص 75-60% فتتقلبها. فده عشان يحصل هتلم ازاي؟ من نكلم عن الاستثمار والصناعة والانتشار الرأيس موني اتمام كبير لهذا المجال. ودائماً طول ما السبعين في المائة اللي هما بيجي منهم الاستثمارات اللي جوا دول. المبسطين الخمس عالين يزيدوا ممكن يبو 35-30-40. صحيح. نشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي. شكراً جزيلاً على وجودك معنا فقط. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.